الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين حياكم الله قالت وزارة المالية إن ملف سلم الرواتب ليس مسؤولية الوزارة حصراً فيما أشارت إلى أنها تنتظر جداول العاملين ضمن درجات الوظيفية الثامنة والتاسعة والعاشرة لزيادة التخصيصات وأضافت الوزارة أن لجنة الأمر الديواني الخاصة بسلم رواتب الموظفين تضم عدداً من الجهة التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن وليس الأمر محصوراً بوزارة المالية حتى يقع على عاتقها تعديل سلم الرواتب وحدها حسب قولها أكد أصحاب المحال التجارية في منطقة الشورجة ببغداد أن السوق التجارية الأكبر في العراق تواجه ركوداً اقتصادياً غير مسبوك بسبب تدهور قسمة الدينار أمام الدولار وأضح أصحاب المحال أنهم يواجهون تراجعاً كبيراً بحركة التضبط وأن ذلك انعكس سلباً على أصحاب المهن البسيطة كالحمالين وأصحاب العربات الذين باتوا يشتكون من توقف عملهم ولا يجدون قوت يومهم وذلك بسبب التخبط الحكومي والسياسات المالية الفاشلة ارتفعت أسعار خام البصر الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفعت أسعار خام البصر الثقيل عشرة سنتات ليصل إلى 77 دولار وستين سنتاً للبرميل كما ارتفعت أسعار خام البصر المتوسط عشرة سنتات أيضاً ليصل إلى 80 دولار وخمسة وستين سنتاً للبرميل وارتفعت تسعار النفط العالمية بعد أن أطلت عاصفة منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارا حاسما من تحالف أوبيك بلاس حول كمية الإنتاج والتصدير في اليوم السادس من الهدنة الإنسانية وصلت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة المحاصر إلى مخيم جباليا شمال القطاع وقال مدير الإعلام بالجانب الفلسطيني من معبر رفع الحدود مع مصر والأبو محسن إن 200 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة خلال الهدنة المؤقتة مضيفا أن المساعدات تضمنت أربع شاحنات وقود تحوي 150 ألف لتر من السولار بالإضافة إلى شاحنات مياه ومواد غذائية وأدوية ومن المقرر استمرار دخول مساعدات إنسانية أخرى خلال الساعات القادمة نقلت كالة رويترز عن أربعة مصادر في أوبيك بلس أن محادثات التحالف بشأن السياسات النفطية صعبة ما يجعل احتمال تمديد السياسة الحالية قائما بدلا من زيادة خفض الإنتاج لدعم السوق ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبيك بلس اجتماعا عبر الانترنت الخميس المقبل لتحديد مستويات إنتاج النفط عام 2024 وفقا لمسودة جدول الأعمال التي طلعت عليها رويترز أمس الأثنين وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية الأحد الماضي قبل تأجيله بسبب خلاف بشأن مستويات إنتاج الدول الأفريقية لكن مصادر أخرى قالت بعد ذلك إن التحالف يقترب من التوصل إلى تسوية بهذا الشأن ولان إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعاتل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة